تحية مسائية مشاهدين الكرام مهلا بكم إلى هذا اللقاء خلال يوم الغد مصلحة الأرصاد الجوية ترتقي بحول الله سحب سفلة كثيفة ستزدد كثفة خلال الأمسية تقريبا على جول المناطق الشمالية محتمال بعض الأمطار المتفرقة ستخص الوجه السحلي الوسطى وكذلك الشرقية هبوب رياح قوية قد تصل غاية 60 كم في ساعة وهذا على السواحل السحوب السفلة ستمتد إلى غاية شمال الصحراء خلال ليلة اليوم خاصة صباحة الغد درجتين فقط على البيض مقاييس ما بين 10 درجات إلى غاية 15 درجة على السواحل 7 درجات على تين دوف وحتى على إنصالح وتامن راست 14 درجة على أقصى الجنوب أما خلال ظاهرة الغد إن شاء الله درجات الحال قسوة في استقرار مقاييس ما بين 18 لغاية 22 درجة على المناطق الساحلية 12 درجة على البيض 22 درجة على غردية 21 درجة على كونين بشار تين دوف أدرار إنصالح وتامن راست 25 درجة على أقصى الجنوب البحر خلال يوم الغد هناك تموهج بحر كثير اضطراب تقريبا على طول شريط الساحل حتى رياح ستشتد ضمن الطيارات الغربية شمالية غربية خاصة على السواحل وسطة والشرقية تصل غاية 60 كم في الساعة خلال يوم الثلاثة إن شاء الله بعض الأمطار كذلك المتفرقة ستخص الوجهة الشمالية هبوب رياح قوية على الوجهة الساحلية الشرقية أجواء مستقرة على الجنوب خلال يوم الأربع سحب سوفلة مع نسبة رطوبة عالية على المناطق الشمالية بعض الأمطار على منطقة تين دوف أما خلال يوم الخميس إن شاء الله عودة الأمطار المتفرقة ستخص السواحل حتى المرتفعات والهضاب مع هبوب رياح قوية للسوحل الشرقية بعض الأمطار كذلك ستخص منطقة تندوف درجات الحرارة تتراوح ما بين العشر درجات إلى غاية العشرين درجة على الوجهة الشمالية وما بين ستاش إلى غاية الـ 25 درجة على المناطق الجنوبية غروب الشمس على المصطلع السمالية وما الآن إن شاء الله سيكون بحول الله في تمام الخامسة و 49 دقيقة أشكركم على المتابعة ومسي طيبة للجميع في أمان